كهرباء والدماموا المنتخبة حاصلة هو في دماغه حاجة بيحضرها في الزمالك كانتم القارفين ان حسام البدري включوا كهرباء قبل اعلان القائمة عنك قبل اعلان القايمة اعني ايه كانوا عن güّد اعنا اعني باقول لك واعنا باقول لك حاجة تستظن فيها اذا كابتن Alexander Osama أنا بقول لك عادي اللي كابتن حسين البيض تتكلم ويبلغ الأندية ويبلغ الناس وقال يا جماعة كهرابا يبقى معانا عشان مصلحة المنتخب احنا شايفين والناس في الزمالك محترمة جدا مهما كان موقفها من كهرابا طلعت سمنت وجوده في منتخب مصر لأنهم ما تفاجأوش يا كابتن مهيب لأنهم كانوا عارفين ماشي قد نقطة عندك حاجة في كواريس بسرعة عندي لعب دجلة محمد عباطي لعب وسط الملعب قاعد مع الأستاذ أحمد مرتضى وخلاص في طريقه في يناير تكون الصفقة اللي هتبقى في وسط الملعب دي فيندر للزمان مع عودة كاسونجو لسه فيها كلام انت عندك لاعب الأهل هيجدد الأربعة سنة سنة مبدئيا سنة مبدئيا سنة مبدئيا سنة ده حاجة يعني جواب نهاية مبدئيا سنة ده قرار لجنة تخطيط اه الكلام ده هيتامل في الإمارات الكلام ده اتاخد هيرجع للموديل الفني الموديل الفني يعوده معنا هذا قرار له هتعمل ايه ودينا هتطلح في الأيام هلا دايك أكوال أخرى شكرك يا أستاذ مي طيب كابتن حساما انضمام كهرباء رأيك فيه والله طبعا زي ما قلت لك ان هو زي ما انضمام محمود وحيد واصناعه وعايز يصنعه في حد في المركز ده عندك مشكلة في مركز الفيرود ربما كابتن حسام يكون عنده وجهة نظر في ان هو عايز يعمل كهرباء في مركز الفيرود بص شئنا أمقابينا فيه لعيبة جاية في الكرة المصرية مش بمزاج اي حد هيتولى كرة المصرية المستقبل اللي موجودين السبعة وتسعين التسعة وتسعين فالنهاردة لو انا عندي الصبق ان انا اعمل لعيبة للكرة المصرية وابقا انا اللي حطيتهم على الطريق الصحيح يبقا انا عندي الصبق فانا اشاند خيال ان كابتن حسام مجهز كذا سيناريو في صناعة اماكن معينة في مراكز اللعب عنده متخب الاندي قادر على التأهل ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله اختيار طريقة اللعب المناسبة اللي تناسب المرحلة دي ان شاء الله كابتن شوي ايه يقدرهو رجال معاك لانه عنده جيل عنده استمرارية ولازم ياخد الخطوة الإيجابية اللي تحطه على طريقة الاستمرارية في البطولات ان شاء الله فجرتها انت مات اللي هي ايه موضوع صدق الشرق اه لا بس دي تفجرت في زي موتش تشات وما كانش موجود أصلا فتحي خالص فوصلت للعيبة ايه بنفكر بنفكر مين ياخد الشرق و قلت له اقدمية فراحت الحجازي او عبد الله الثفايد بس ان لم يكنش فتحي موجود وقعته معاك في المعزقر لا 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 اية الشرق عندي مين احنا بنبص مين النهارده الكابتن يا شباب فالرجل قال لي ايه و قلت له اقدمية مين الآدم؟ كان حجازي احمد حجازي وكان موجود عبدالله السعيد مين لعب قبل مين؟ عبدالله لقينا عبدالله لنلعب فخدها عبدالله في المباراة دي ما راحتش خالص في سكة بتاعفل اول كابتن مع مستر كوبا كان دودو الجباس اه دي حقيقة مباراة تنزانيا 3-0 في برج العرب عشان كده ما رجعناش للمباراة شكرا لك يا بنيك شكرا لك يا هاب استمتع معاك الله تخليك شكرا لك وتترك بينزل برضو فييلر لازم يبص على الكهرباء من قريب ليه؟ انزل بالتتر يعني ايه؟ ايوه لازم كهرباء يعني ايه يا رابب انت بيعمل معاك طب مصري خلي فييلر شوفه كويت بشكرك بشكرك يا كابتن مويب بشكرك كابتن مويب